السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم آخر أخبار فريق الودادة الرياضي قبل البت في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد بعدما ترددت أخبار بشأن تخلف عميد نادي الودادة الرياضي عن مباراة الفريق التي تعادل فيها بالبطولة الاحترافية أمام يوسفية برشيد كونه تعمد ذلك بعد استنفاذ فترة توقيفه وذلك خشية الاستضامة مع جماهير النادي الغاضبة لسوى النتائج والتي أظهرت بعض المباراة بالفعل غضبها وقامت برشق اللاعبين وقال مسؤول وداد عن غياب جبران جبران لم يهرب من المسؤولية مثلما تم الترويج له لأنه عميد ولاعب خبراء وهو أول من يتحل بهذه المسؤولية في أصعب الظروف وقد أظهر هذا مرارا لقد أصيب بتورم على مستوى الكاحل والتواء نتج عنه انتفاخ شديد وألم قبل المباراة وهذا هو سبب غيابه وليس شيئا آخر وبه وجب التوضيح واللعب ظهر ذلك عبر منشور خاص به على تطبيق انستغرام ظهر من خلاله كاحله متورما بشكل فضيع يستحل معه الماشي وليس اللعب وفي خبر آخر كشف المدرب المصري طريق مصطفى في تصريح نقله الموقع المصري اليوم السابع عن المحطة لدعية أونسبور أنه تلقى مقالمة هاتفية من أحد المسؤولين بالوداد من أجل جز نبضه حول ما إذا كان مستعدا لتدريب الفريق الأحمر خلفا للمدرب التونسي فوز البنزارتي وأوضح طريق مصطفى في تصريحه أنه معجب بالقرى المغربية والأجوال التي تشهدها ملاعبها بحضور الجماهير الغفيرة وتابع المدرب قائلا ما زال الوقت مبكرا لمناقشات الأمر بالنظر خصوصا أن هذا القرار بيد مسؤولي النادي البنك الأهلي الذي يشرف عليه حاليا ويحظى طريق مصطفى بتقدير واحترام من طرف الجماهير المغربية نظرا لنتائج الجيدة وطريقة عمله الاحترافي الذين حققهما مع الأنذية التي أشرف عليها بالبطولة الاحترافية انطلاقا من الدفاع الجديد الذي عمل به مساعدا ومدربا وسارع واتزام وأولمبي كسافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة